طبعا لو حبينا نتكلم على الكابتل مصطفى رياض احنا هنحتاج لأوقات كبيرة وممكن حلقات كتير لأن الكابتل مصطفى رياض من علامات كرة القدم في التاريخ المصري سواء بالنسبة لنادي الترسانة أو لمنتخب مصر فكابتل مصطفى رياض تاريخ كبير ممكن يكتب فيه كتب ومجلدات يعني كابتل مصطفى رياض طبعا اسم كبير في عالم كرة القدم كلاعب وككابتل لنادي الترسانة وكلاعب أولمبي تاني هدى في دورة توكيو وبالمناسبة يعني دورة توكيو كانت في 64 ودي المرة التانية اللي بتقام فيها الدورة الأولمبية في اليابان كابتل مصطفى رياض كان تاني الهدفين في دورة توكيو فكابتل مصطفى رياض لو حبينا نتكلم عنه نقدر نقول إن إحنا لو تجرأنا وقلنا إن إحنا زملنا فده آآ شيء آآ واقع وكان آآ فخر لينا ومن حسن حظنا إن آآ لما بدأنا نلعب كرة الجيل بتاعنا اللي هو جيل السبعينات كله بدأنا في نهايات الستينات كان كابتل مصطفى وطبعا الجيل الكبير بتاع الترسانة كله كابتل مصطفى رياض والشازلي وأبو العز وإبراهيم الخليلي وفتح بيومي وهمام الشريف وآآ خيري كابتل عبنهم الحج آآآ آآ كابتل محمود آآآ حسن عشان ما حادش يزعل بس آآآ يقول الملعب ولحقوا ولعب معاه أنا من الناس اللي لعبت معك كابتل مصطفى كان حوالي تقريبا ست سنين أو سبع سنين هو كابتل آآ آآ شازلي لأنهما آخر اتنين آآ اعتزلوا من الجيل بتاع الاستينات كابتل مصطفى تقول ايه الزميل الكفاح معاك كابتل شاكرا فتاح اقوله آآ انا بشكرك على كلام الحلول الجميل دوت وباشكرك وبوافقه وربنا وفاقك في المهمة اللي هي في النادي ان شاء الله وربنا يكرمكو في الحكاية الناشئين والورا الناشئين وربنا وفاقك عشاكر وباشكرك مرة تانية لا ده واجب علينا كلنا كابتل ما تبتشكر ايه التتاريخ بالنسبة للكره المصري